في عنوين النشرة جعجع لم يقتنع من الحريري ولا موقف بعد من المشاركة إذا حزب الله غير شيء ما في طريقة نظرته لإدارة الأمور بالبلد مما سأتب يسمح على أنه نقعد على الطاولة نحنوية السنيورة يحمل تفاؤلا إلى بعبدة وسليمان يطلب تنازلات متبادلة في الخاص من نهر الكلب إلى خلدي مراقبة عليا هم ليسوا بصحفيين بل مدنيون وعسكريون في غرفة التحكم المروري يراقبون حركة سيركم لتسهيلها الراعي ينقل إلى القصر حرص البابة على استقرار لبنان المعارك تحتدم بين فصائل المسلحين وداعش في سراقب واليرموك يحتضى رجوعا خليه حكام العارض يتفرج علينا نشكيهم لأضلى واحد واحد وفي النشرة معركة داخل البرلمان التركي تفاصيل هذه العنوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل موسيقى موسيقى مساء الخير الإيجابية تتقدم الحكومة تراوح تأليفها وحركة المشاورات تنسحب إلى داخل الهواتف السياسية في انتظار أن يقوم فريقاء الثامن والرابع عشر من أذار بعملية ترويض للآراء الشرسة داخل تركيبتهما السياسية وهي التي يتقدمها جعجع وعون فزعيم تيار المستقبل سعد الحريري أجرى اتصالا برئيس القوات اللبنانية دام ساعة ولم يقنعه لكن جعجع لم يقفل الأبواب والاتصال إن لم يتمكن من سحب القوات إلى الحكومة فأنه على الأقل أسهم في تليين مواقفها ودفعها إلى البحث عن مخارج وللمرة الأولى يمكن الجعجعة أن تثمر طحينا ربما ليس على مستوى تمثير القوات شخصيا بل عبر إسناد الحقيبة إلى أحدى الشخصيات المقربة جعجع قال للجديد أن لا أحد يؤثر في قراراته وأضاف إنه مستعد للجلوس مع حزب الله فهم كبشر مهضمين لكن إذا غيروا شيئا ما في طريقة نظرتهم إلى إدارة الأمور في البلد كالقتال في سوريا ومعادلة جيش شعب مقاومة وأعلان بعبدة على مستوى حراك جملات فقد قالت مصادره للجديد إنه بذل اليوم جهدا كبيرا مع كل من السنيورة وتيار المستقبل وتمام سلام وأكدت أن الاتصالات ما زالت محلية وليس هناك زيارة غدا كما تردد سيقوم بها الوزير وائل أبو فعور للسعودية في وقت غادر نادر الحريري للقاء سعد الحريري في باريس هو إذن حراك إيجابي لكن كيف نزل الوحي على اللبنانيين وهم يتام الرعاية السياسية نظريا فحتى الأمس القريب كانت اللاءات تفرد نفسها على المشهد السياسي حيث لا جلوس مع حزب الله ولا ثمانيات ولا أفق بالحلول وبضربة كونية إقليمية اتفقت إيران وأمريكا والمجتمع الدولي على النووي ووضع الحجر الأساس للحل السياسي في سوريا وزودت الولايات المتحدة الدولة العراقية السلاحة والتدريب وكل أشكال الدعم لمحاربة القاعدة في العراق على أن الأهم هو الدور الذي أداه وسيتولاه الكرسي الرسولي فالحبر كان أعظم سياسيا أيضا عندما تمكن بنداء واحد من إخضاع الكنائس لمشيئة الله المناهضة للحرب واليوم فأن دور البابا فرانسيس والكرسي الرسولي قد انتقل إلى لبنان ولامس وحدته واستقراره فرئيس مجمع الكنائس الشرقية في حاضرة الفاتيكان زار قصر بعبدة بمرافقة الباتريارك الراعي ونقل حرص البابا على وحدة هذا الوطن ويتوقع أن تشهد بيروت مزيدا من الزيارات الرسولية فيما يستعد قادة موارنة للتوجه إلى الفاتيكان وبينهم العماد ميشيل عون إذن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سامير جعجع يؤكد في اتصال بقناة الجديد فحتى الساعة من مشاركة القوات اللبنانية في الحكومة المرتقبة في انتظار مصير الضمانات المطلوبة من الفريق الآخر وحزب الله تحديدا في شأن كيفية إدارة الحكم والبيان الوزاري ويقول إن أحدا لا يؤثر في قراراته بمن فيهم سعد الحريري أنا بتمنى طبعا هذا الاتصال هو لتوضيح اللغة القائم خصوصا أنه بلشت هيك تعرف مواقع التواصل الاجتماعي شو عدا ما بدأ وين المبدأ وين المبدئية وين هذه الأمور وين يلي ما بدوا يقعد مع حزب الله على نفس الطاولة ماذا جرى وهل ستشارك القوات اللبنانية بعد اجتماع بيت الوسط بالأمس واتصال الرئيس سعد الحريري بحضرتك دكتور هل تغير الموقف وستشارك القوات اللبنانية في الحكومة سعد الحريري اعتبر انه بتحرز نتوقف عند الطرح جديد المطروح يلي هو طرح الثلاثة تمانات نقاش دير داخل 14 أدار داخل كل فريق ب14 أدار وداخل 14 أدار فرقاء 14 أدار ككل وعم بيصير صراحة بحث مفتوح بس البحث مفتوح مش متل ما عم بيناقل بعض أجوائق لبرة بحث مفتوح كتير ودي بحث مفتوح وبشكل كتير علمي وموضوعي حول صيغة الحكومية الجديدة المطروحة هلأ بنقل عم وقفنا كقوات لبنانية موقفنا كتير واضح يعني نحن أقصى تمنياتنا من الأول عم نادئ انه يكون في حكومة بس يكون في حكومة يعني حكومة بمعنى انه تقدر تتماسك وتقدر تجتمع وتقدر تاخد قرارات نظريتنا هي انه إذا فريق 8 أدار رح يكون موجود متل ما كان موجود بالحكومة السابقة وبالتالي رح تقريبا إدارة البلاد الضل هي ذاتة لأنه لأنه بدي يشارك بالحكومة حكما وبالتالي ما رح نقدر نروح بعيد هادي مين بيحددها دكتور؟ هادي مين بيحددها؟ هذا السير على الخط السليم ومثل ما تفضلت وقلت وكيفية إدارة البلاد بكل ملفاتها سياسية والاقتصادية وأمنية مين بيحددوا هذا الموضوع؟ أول شي نحن نحن كفريق 14 أدار بقنا نتفاهم مع بعضنا أنه شو الحد الأدنى يلي ممكن ينقبل أو ينمش فيه بالوقت الحاضر على المستوى قبل ما نروح على المستويات الأخرى هلأ فيما بعد ننتقل لبحث الأمور الأخرى فإذا نحن هلأ بعدنا عهل مستوى هذا بالزيد أنه شو ممكن تشكيل الحكومة يترافع مع خطوات على المستويات استراتيجية والسياسية الكبرى دكتور بس يعني بفهم منك عمليا هلأ أنه بعد ما حددتوا مشاركتكم من عدمها بالحكومة؟ إيه أكيد ما حددتوا يعني بعد ما أخدتوا قرار إذا رح تشاركوا ولا لا أكيد 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 بس نحن هايك مثل ما هي مطروحة بالبداية أنه يلا حكومة 3-8 تعودتها نشكلها لا هايك لا طيب ماذا عن الموقف يلي كان سابق يلي هو أنه ما بنقعد على نفس الطاولة بحكومة مع حزب الله شو بده يتغير لحتى لليوم القوات اللبنانية تقعد على نفس الطاولة مع حزب الله إذا حزب الله غير شيئ ما في طريقة نظرته لإدارة الأمور بالبلد مما سأتى بيسمح على أنه نقعد على الطاولة الاحنوية مثل شو يعني؟ شو تغيير المنشود بهيدا الإطار؟ مثلا قصة جيش شعب مقاومة قصة القتال في سوريا قصة إعلان بعبدة هاي الشي بتغير بالمعطة يعني احنا مش قاعدين مع حزب الله لأنهم كبشر مش مهضومين لا مهضومين وكناس ما عنا أي مشكلة بالنسبة لهم بس انطلاقا من سياساتهم شو بترد على الناس يلي بتقول أنه كل مرة بتاخد فيها موقف مبدئي وبتكون مصرع ليه وما إلى ذلك بيجي شيء بيخليك تترجع عن هذا الموقف وكأنه محزم يعني وكأنه محكوم على دكتور سامير جعجع والقوات اللبنانية أنت دفع دائما ثمن مواقفها؟ هاي دا كلام غير صحيح يعني هاي دا مجرد اللي بدو ينتقل الآخر لانتقاده أنه اليوم إذا عم بحكي إذا إذا ممكن يكون في تغيير على المستوى السياسي الكبير في لبنان يعني بنقول لا خلص أخدنا موقف فترده إذا عم بحكي هلا كل الإذا عم بقلك يا بعد ما في شي منه وارد بس عم بحكي إذا دكتور جعجع شو ميزة الرئيس سعد الحريري اللي حتى لهو الوحيد اللي بيقدر يقنعك بكتير أمور لاش مي نقلك أنه الرئيس سعد الحريري هو أخذ درار هلا بالمشاركة بحكومة هيت عم بيقوله أنه اتصل سعد الحريري بسامير جعجع مع حفظ الألقاب وأصبحنا على حكومة لا غير صحيح هذا كون غير دقيق شفت أنه عم بيقوله غير دقيق أنا نقل كفر لستو بكافر لا سعد الحريري أخذ قرار نهائي بالمشاركة للحكومة ولا أنا أنا بالمشاركة بالحكومة بهذا الشكل والمدولات بعدها مستمرة هذا كله حكي ما قال له أساس من الصحة ما هي آخر المعلومات حول المفاوضات القائمة لتأليف الحكومة تقرير جاد غصن تسارعت في الأيام القليلة الماضية الاتصالات بين مختلف الأفريقاء في شأن تأليف الحكومة فبعد اجتماع قوى الرابع عشر من آذار يوم الجمعة التقى رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة برئيس الجمهورية ميشيل سليمان ليرشح عن اللقاء أجواء تفاؤلية بعد أعلان السنيورة عن موافقة كتلته على الصيغة الثلاثة منات على خط آخر تابع الحزب التقدمي الاشتراكي اتصالاته بمختلف الأفريقاء للغاية نفسها في حين نفت مصادره لقناة الجديد اتجاه الوزير وقال أبو فعور إلى المملكة العربية السعودية حاليا مؤكدة أن حركته تقتصر على الساحة الداخلية حتى الساعة ليسجل مغادرة مدير مكتب رئيس تيار المستقبل نادر الحريري للقاء الرئيس سعد الحريري والتباحث في المستجدات الحكومية وفي حين تشير الأجواء إلى جهد فريقاء الرابع عشر والثامن من آذار على ترتيب الصفوف الداخلية وخصوصا مع الأفريقاء المسيحيين في الفريقين تؤكد مصادر تيار المستقبل أنها لم تسمع بالوزيرين الوديعة في الفريق الوسطي وأنها ككل فريق الرابع عشر من آذار وإن أيدت مبدأ حكومة الثلاثة منات فإنها لا تزال على موقفها من رفض الثلث المعطل وفي أجواء متابعة للمفاوضات القائمة على أكثر من مستوى في الملف الحكومي إشارة إلى ثبات قوى الرابع عشر من آذار على مطالبها بالتزام إعلان بعبدة في البيان الوزاري وعدم ذكر ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة في البيان إضافة إلى المداورة في الحقائب الوزرية في المقابل مصادر الثامن من آذار أشارت إلى أن الكرة الآن عند فريق الرابع عشر من آذار ونحن في انتظار أن يرتب بيتهم الداخلي خصوصا أنها علمت موافقة السنيور على صيغة الثلاثة منات غير أن أي من قيادات الثامن من آذار لم يصلها أي موافقة رسمية من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري حتى الساعة غير أن الصقف الجديد لفريق الرابع عشر من آذار يعرب عن إيجابية في المباحثات القائمة أما لناحية المداورة في الحقائب فتشير المصادر عينها إلى أن رئيس المجلس النيابين بهبر كان قد أفتى بالطرح المناسب حيث تكون المداورة شاملة لكل الحقائب لا لوزارات محددة وبذلك نكون قد أصبح نقابة قوسين من البحث في تفاصيل مرحلة توزيع الحقائب المصدر القيادي في الثامن من آذار أشار لقناة الجديد إلى أن البحث في صيغة البيان الوزاري لا يزال سابقا لأوانه فالحصان يجب أن يتقدم العربة وفي معلومات الجديد أن التفاوض في موضوع المداورة في الحقائب وصل إلى نقطة الاتفاق على المبدأ وأن تكون على أساس مذهبي لا طائفي وسياسي فقط أي أن تشمل المداورة الحقائب السنية والشيعية والكاثوليكية والأرثودوكسية وهكذا دواليك تبقى مصادر الطيار الوطني الحر الأقل تفاؤلا حتى الساعة بمسار التفاوض حيث تخشى أن تكون مجرد منورة سياسية وخصوصا مع استشعارهم أن أجواء التفاؤل المتداول بها أعلميا تفوق الواقع وكأن هناك تنافسا على من يظهر الأكثر إيجابية في حين أن يأطرف لم يدخل في الكلام التفصيلي لتركيب الحكومة وهناك بحسب مصدر الطيار الكلام يصبح أكثر جدية رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان يلتقي رئيس فؤاد السانيورة آملا أن ينجح الأفريقاء السياسيون في التفاهم على قيام حكومة جامعة عرض رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في القصر الجمهوري في بعبدة مع رئيس فؤاد السانيورة لتطورات السياسية والحكومية الراهنة وأبدى رئيس الجمهورية أمله في أن ينجح الأفريقاء السياسيون في ظل مناخ الإيجابية السائد خلال الأيام الأخيرة في التفاهم على قيام حكومة جامعة تولي الاهتمام بشؤون المواطنين الحياتية والاجتماعية وتواكب تطورات المرحلة المقبلة وما تواجهه من صعوبات وتحديات خصوصا على صعيد المنطقة واعتبر أن إرادة التفاهم والطلاق شكلت مبعث ارتياح لدى الرأي العام اللبناني داعيا إلى تقديم التنازلات المتبادلة لمصلحة الوطن من خلال حكومة تكون محطة ثقة المجلس النيابي واللبنانيين المكتب الإعلامي للسانيورة من جهته أوضح أن الاجتماع تناول كل المسائل التي تتصل بموضوع تشكيل الحكومة الجديدة وقد طرح خلاله السانيورة العناوين التي بلورها تيار المستقبل ولفت المكتب في بيان إلى أن الاجتماع كان جديا وجيدا كما كان صريحا وشاملا وفي نشاطه أيضا عرض الرئيس سليمان مع النواب ميشيل فرعون زياد القادري وخالد زهرمان شؤون الساعة السياسية والحكومية واطلع من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جانفهد على عمل القضاء المواكب لملافات التفجيرات الأمنية الأخيرة وأهمية كشف المرتكبين والمحرضين وسوقهم إلى العدالة واليوم فتح القصر الجمهوري أبوابه أمام وفود من المواطنين وطلاب من المدارس والجامعات حيث تولى العاملون في المراسم تعريف الوفود على تاريخ القصر بعد جولة في أقسامه وأجنحته ولاحقا استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في بعبد البطريارك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي وتناول اللقاء شؤونا وملفات وطنية كذلك استقبل سليمان في حضور البطريارك الراعي وسفير الفاتيكان لدى لبنان جابريال كاتشيا رئيس مجمع الكنائس الشرقية في حضرة الفاتيكان الكاردينال ليوناردو ساندري الذي نقل إليه تحيات البابا فرانسيس وحرص الكرسي الرسولي على الاستقرار والوحدة الوطنية في لبنان رئيس مجلس النواب نبيه بر استقبل ظهر اليوم في عين التيني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعرض معه الأوضاع الراهنة واستقبل أيضا المدير العام للأمن العام اللواء أباس إبراهيم وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد في حضور أحمد بعلبكي غرفة التحكم المروري مبادرة للحل في زمن ازدحام المشكلات تحقيق للزميل رامز القاضي كاميراتهم جاهزة وعيونهم ساهرة لتصطاد كل مخالفة وكل حركة سير غير طبيعية هم ليسوا بصحفيين بل مدنيون وعسكريون في غرفة التحكم المروري يراقبون حركة سيركم لتسهيلها في بلد مزدحم بكل شيء إلا بالحلول في هذه الغرفة في مبنى هيئة إدارة السير تدار كل حركة المرور من نهر الكلب شمالا مرورا بكل شوارع العاصمة بيروت وصولا إلى خلدي يمضي المؤهل جهاد في قوى الأمن الداخلي يومه في التواصل مع عناصر قوى الأمن المنتشرين على الطرقات لمواكبة حركة السير ومحاولة تسهيلها وتخفيف الازدحام أو المساعدة في حال وقوع حادث لا يقتصر العمل على أكثر من 35 كاميرا للمراقبة فالتواصل بين غرفة التحكم المروري والناس جرى تفعيله من خلال حساب على موقع التواصل الاجتماعي بإشراف النقيب ميشيل مطران من أجل التشارك مع الناس في التواصل إلى حلول هو فكرة نقل معلومة السير أو معلومة أحوال الطريق والسلام المرورية ما أنه فكرة جديدة بدول العالم ولكن الجديد اللي قدرنا نعمله تعديل وإسقاط على الوضع اللبناني هو من خلال أكاونت لتويتر لأن ما في ولا دولة بالعالم تقدم هذه الخدمة من خلال تويتر ليش اللي صرنا على تويتر؟ لو نحن فكرنا بطرق أخرى كانت مكلفة أكتر ولحتى ما نعلق بالروتين تبع الإجراءات قررنا أنه نطلع بالسرعة الممكنة لأن الناس بيعندها حاجة لهذه الخدمة أنه تعرف وضع الطريق تخفف من التعصيب تبعا على الطريق تخفف من الأزمات الممكن تعلق فيها ومن هذا بينعكس على العجل الاقتصادي وبينعكس على التلوز حتى بمطرحة معين جرب نعمل كمان وفي مشاريع جدية بهذا الإطار إزاعة خاصة بغرفة التحكم المروري لحتى نقدر نوصل لأكبر شريحة ممكنة من الناس صحيح حاليا كل وسائل الآلام عم تاخد عنا بناء على المعلومة اللي عم نحطها على تويتر وعم ترجع تنشرها بطريقتها هذا العمل لاقى تقديرا كبيرا على صفحات التواصل الاجتماعي نظرا إلى التماس الناس عملا جدا فكان نفأ صارب إسلام كلته مطفي نفأ صارب إسلامي اللي هو تحت عن التين كان كلته مطفأ فصورت الصورة وبعدتها على الحساب تبعها غرفة التحكم مروري بعد تقريبا يعني كام ساعة هني ردوا عليه وقالوا لي أنه تضوت كلاتها حتى الناس اللي رجعت قطعت بعدين كانوا أكدوا أنه كان نفأ كلاتهم من ضوة عم بصير معنا بشكل يومي أنه في ناس أوقات عم تطرح علينا مشاكل بتعرف الناس عندها مشاكل وبتحب تطرح على ناس على وجه جهة مسؤولة تتحلل إياها أوقات لا تتعلق بصلاحياتنا بشكل مباشر كوزارة داخلية أو كغيرك التحكم مروري فبعطيك على سبيل المثال عم يجينا أوقات شكاوى أنه فيه أنفاق غير مضاءة ممكن أو فيه طرقات بحاجة له فيه ورشة عمل ممكن ما يكون عليها تدابير سلامة عامة عم نتدخل شخصيا من خلال متابعة مع الإدارات مع البلديات عم نعمل متابعة بسيطة عم نحل المشكلة وفي معلومات الجديد أن غرفة التحكم المروري حصلت على تمويل أوروبي لوضع لوحات إعلانية ستركب عندما داخل العاصمة بيروت في الصياد ونهر الكلب وخلدي من شأنها التوضيح حركة السير على الطرقات واقتراح طرق بديلة في حال حدوث زحمة سير أو وقوع حادث إضافة إلى بدء العمل بالمحاضر الإلكترونية عبر تركيب كاميرات على شارات السير رامز القاضي قناة الجديد آثرة على منصة صواريخ بدائية في حرش بيروت وعلى الفور حضرت إلى المكان قوة من الجيش وكشفت عليها فتبين أنها غير مجهزة لإطلاق صواريخ وهي بدائية بحسب ما جاء في بيان الجيش ولكن أجر الجيش والأجهزة الأمنية إجراءات أمنية اعتيادية بتمشيط الحرش وتعقب من وضع هذه المنصة اشتباكات عنيفة بين الجهاديين ومقاتلين معارضة شمال غربي سوريا والتحضيرات لجناف اثنين مستمرة عرض رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في القصر الجمهوري في بعبدة مع رئيس فؤاد السنيورة لتطورات السياسية نعتذر عن هذا الخطأ التقني ونتابع سياق النشرة المنصق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية حسن عبد العظيم رأى من برنامج الحدث أن لا مجال لإنجاح جناف اثنين إلا بجلوس الجميع حول الطاولة وأكد أن هيئة التنسيق لن تشارك في جناف اثنين تحت جناح الائتلاف الوطني مع الأسف الشديد الدول التي تقول أنها دول تدعي أنها أصدقاء الشعب السوري وأصدقاء سوريا هي التي تتدخل في شؤون المعارضة وتضغط كانت تضغط على المجلس الوطني لكي لا يلتقي بهئة التنسيق الوطنية وتضغط الآن على الائتلاف الوطني السوري لكي لا يلتقي ولا يتشاور ولا يشارك في لقاء معهئة التنسيق الوطنية من أجل الدخول بفد واحد ورؤية واحدة وقالية تفاوض واحدة هذا تدخل في شؤون المعارضة لا نقبل به إطلاقاً ونقبل إطلاقاً أن ندخل تحت عبائة الائتلاف إذن تصبحون على الهامش؟ لا لا نصبح على الهامش الخارجية الروسية تتصور أن الإدارة الأمريكية سستطن بالحائط والاتياف حتى لا لن نقرر حضور جنيف هل أنتم مع دعوة إيران للمشاركة بشناف 2 أم ضد؟ مع دعوة إيران وتركية مع دولة قطر والسعودية كل الأطراف المشاركة بالأزمة والمخلطة بالأزمة ينبغي أن تكون طرفاً بالحل وإلا سوف لن يكون هناك حل حقيقي فهود قوى الأمن الداخلي تختتم دورة تدريبية حول العمليات الأمنية الخاصة نفذت السرية الخاصة في قوى الأمن الداخلي الفهود تدريباً في سكنة اللواء الشهيد ويسام الحسن في طبي لمناسبة انتهاء دورة تدريبية على العمليات الأمنية الخاصة الدورة شملت إلى جانب العمليات الأمنية تدريبات على الدهم والمواكبة وحماية الشخصيات المهمة ورميات القناصة ومعالجة المتفجرات إن ثقتنا تكبر وتزداد يوماً بعد يوم بكل قطعات كوى الأمن الداخلي خاصة بعد أن وضعنا خطة استراتيجية تهدف لتحويل مؤسستنا من مؤسسة تقليدية إلى مؤسسة متطورة ومحترفة تعتمد على الخبرة والكفاءة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي ضمن الإمكانيات المتاحة ورغم كل الظروف الراهنة الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان وكانت هذه السرية الخاصة قد شاركت للسنة الثالثة على التوالي في بطولة المحارب السنوية للوحدات الخاصة التي جرت في الأردن لمشاركة 35 فريقاً يمثلون 18 دولة عربية وإجنبية وحلت في المركز الرابع حمدان يدعو بعد زيارته إرسلان إلى مشروع وطني واحد لمكافحة الإرهاب استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان وفداً من قوى الحركة الناصرية برئاسة أمين سر الهيئة القيادية العميد مصطفى حمدان وجرى الحديث عن مشروع وطني واحد لمكافحة الإرهاب ندعو الجميع إلى الروي والهدوء وعدم إدخال مواضيع تدوير الزوايا أو عدم تدويرها أو 8 أو 9 أو 6 أو لعبة اللوتو اللي عم يلعبوها عدم إدخالها في ما يجري اليوم على الساحة اللبنانية من قطر داهم على الكيان اللبناني والموضوع أصبح أبعد من موضوع منصب وزاري أو منصب رئاسي جمهورية أو غيره الموضوع هو كيف نضع جميعاً خارطة طريق لمكافحة هؤلاء الإرهابيين ودعى حمدان تيار المستقبل إلى الحذر من هذه التنظيمات الإرهابية مؤكداً أن لا حل إلا بوضع خارطة طريق لحماية الوطن حركة الإصلاح والوحدة ترى أن الدعوة إلى تأليف حكومة أمر واقع أمر واقع دعوة إلى انتحار سياسي عقدت حركة الإصلاح والوحدة برئاسة الشيخ ماهر عبد الرزاق اجتماعها الدوري في مقر الحركة في برقايل العكارية وجرى البحث في الأوضاع الداخلية والخارجية وحذرت الحركة من الخطاب المذهبي معتبرة أنه سلاح إسرائيل وطالبت السلطات المختصة بتوقيف الفاعلين والمحردين ودعت أيضاً إلى ضرورة تأليف حكومة وحدة وطنية تعالج مشاكل البلد العالقة إننا نعتبر أن الدعوة لتشكيل حكومة الأمر الواقع لا تتلاثم مع الواقع اللبناني وهي دعوة لانتحار سياسي وسيزيد من الخلل الأمني المتنقل لأن استبعاد أي فريق سياسي عن الحكومة يعني تشكيل حكومة الحزب واللون الواحد ونعتبر أن فرط حكومة الأمر الواقع يكشف البلد أمنياً وسياسياً ويدخله في المزهول وأكدت حركة الإصلاح والوحدة أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي الأساس في ردع العدو الإسرائيلي عن القيام بأي اعتداء على لبنان رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت محمد شئير يعلن لائحته لانتخابات مجلس الإدارة ويتمنى على الدولة تعيين مرشحي التيار الوطني الحر قبل يوم واحد من انتخابات مجلس إدارة غرفة بيروت وجبل لبنان التي ستجري الأحد في مجمع البيال أعلن رئيس اتحاد الغرف والتجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شئير لائحته المؤلفة من 16 مرشحاً مع العلم أن لائحته فازت بالتزكية إلا أن القانون الداخلي للغرفة لا يشير إلى التزكية ما دفع بيشغير في مؤتمره الصحفي إلى الدعوة للتصويت بكثافة وقال إن فوز هذه اللائحة يزيد التحدي معرباً عن ثقته بأنها قادرة على أخذ الغرفة إلى مراحل متقدمة في خدمة الاقتصاد الوطني إن معركتنا لن تكن يوماً انتخابية ولا تنتهي عند إعلان النتائج فالمعركة الحقيقية هي وقف نزيف الاقتصاد ومسلسل إفلاس المؤسسات وهذا يتطلب تظافر الجهود وهنا لا يسعني إلا أن أحيي الزملاء الذين سحبوا ترشحهم إفساحاً في المجال من أجل تركيز وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والوطن وزير الاقتصاد قول نحاس أكد أن وجوده في المؤتمر الصحفي جاء بعد التوافق على اللائحة وانسحاب جميع المرشحين المنافسين ما جعلها تفوز بالتزكية وأكد للجديد أنه بصفته مؤتمناً على الغرفة فإنه كان من صلب مهماته التشديد على أن ترشيحات والانسحابات جاءت بصيغتها القانونية وتقول مصادر متابعة لانتخابات الغرفة إن لائحة شقير كادت تكون شبهة وفقية لو لانسحاب مرشحي التيار الوطني الحر الذين طالبوا بمرشحين فيما اللائحة لم تتسع إلا لمرشح واحد ويقول شقير للجديد في هذا الإطار إنه يتمنى أن تعين الدولة هذين العضوين وذلك بحسب القانون الغرفة لكونهما يمثلان كفاءة كبيرة ويشكلان دعماً مهماً لغرفة التجارة والصناعة اعتصام للنازحين الفلسطينيين من مخيم اليارموك إلى لبنان نفذ النازحون الفلسطينيون من مخيم اليارموك في سوريا اعتصاماً اعترضوا فيه على أوضاعهم في لبنان وفي المخيم هناك حيث بدأ الجوع يحصد أطفالهم نتيجة الحصار المزدوج من داخل المخيم وخارجه واستصرخوا هيئات الإغاثة الدولية من أجل التحرك سريعاً الاعتصام جرى في المركز الثقافي الفلسطيني في سعد نايل حيث ألقى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية عبدالله كامل كلمة لفت فيها إلى أن أوضاع النازحين الفلسطينيين من سوريا أسوأ بكثير من أوضاع غيرهم لأنهم لا يستفيدون من تغطية هيئات الإغاثة في لبنان باعتبارها مخصصة للنازحين السوريين ندعو إلى الالتزام بالاتفاق والاتفاقات التي وقعت منذ عدة أيام من أجل إدخال مواد التموين والمواد الغدائية وكافة المواد وإخراج الجرحى من مخيم اليرموك وندعو المسلحين إلى الانسحاب من مخيمنا لأن هذا مخيم بوصلته فلسطين وطالب كامل الهيئات الإنسانية بتأليف كتلة ضغط من أجل وصول المساعدات إلى سكان مخيم اليرموك اعتصامات في مراكز شركة كهرباء لبنان في بيروت والمناطق بعد صرف 62 مياوما نفذ العمال المياومون في شركة كهرباء لبنان اعتصامات في مبنى المؤسسة في بيروت وفي المناطق كافة حيث أقفل دوائر الكهرباء التابعة لشركة خطيب عالمي احتجاجا على صرف الأخير بشكل تعسفي 62 عاملا مياوما موظفين لديها كانوا نقلوا من مؤسسة كهرباء لبنان إلى كنف شركات مقدمي الخدمات بعد اتفاق تم بين المؤسسة ووزارة الطاقة إلى حين إقرار مشروع ملء الشواغر في الملاك الإداري والفني لمؤسسة الكهرباء إلا أن المشروع لا يزال عالقا في أدراج الهيئة العامة للمجلس النيابي منذ عام وبضعة أشهر ستقوم اللجنة بمجموعة تحركات عمالية من شأنها نسف مشروع مقدمي الخدمات برمته وتطالب اللجنة كافة المسؤولين السياسيين بالعمل سريعا على إقرار مشروع التثبيت الذي أقره بمجلس النواب كذلك تطالب اللجنة إدارة شركات مقدمي الخدمات الاسبي بسحب كافة العملاء الدخلاء والأجانب الذين تم تدريبهم على أيدي العمال المياومين وأنها منذ الآن ستبدأ باتخاذ خطوات تصعيدية لم تشهدها إداراتهم سابقا وبحسب لجنة المياومين فإن التصعيد سيبدأ مع بداية الأسبوع المقبل اشتباكات عنيفة بين الجهاديين ومقاتلي المعارضة شمال غربي سوريا والتحضيرات لجنة 2 مستمرة دارت اشتباكات عنيفة بين الجهادي الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش ومقاتلي المعارضة في محيط مدينة سراقب شمال غربي سوريا التي تعد معقلا للجهاديين بعدما أفاد المرصد في وقت سابق أن رتلان يضم نحو 200 مقاتل من الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة ومعه دبابات وعربات مدرعة توجه الجمعة إلى سراقب وبحسب المرصد فقد قتل خمسة مسلحين بتفجير سيارتهم في سراقب بعد منتصف الليل بعدما ألسق الجهاديون شحنة ناسفة أسفل شاحنة صغيرة تابعة لحركة أحرار الشام الإسلامية في غضون ذلك تواصلت المعارك في مناطق عدة بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة لسيما في ريف دمشق ودرع جنوبية البلاد جاء ذلك في وقت تتعاظم المأساة الإنسانية التي يعيشها مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبية دمشق حيث تكاد تنعدم المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار المفروض على المخيم منذ نحو سنة ما يسبب ارتفاعا في حالات الوفاة جوعا التي وصلت إلى أكثر من واحدة وأربعين حالة وفي هذا الصياق وصلت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس إلى العاصمة السورية بعدما أعربت سابقا عن أسفها لعجز فرق الإغاثة عن الوصول إلى مئات الألاف من المدنيين المحاصرين بسبب المعارك الدائرة على أن تعود إلى مجلس الأمن في نهاية كانون الثاني لعرض الوضع وتزامنت الزيارة ووصول رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يزور دمشق للقاء المسؤولين السوريين بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وفي وقت تستضيف باريس الأحد والاثنين سلسلة اجتماعات لمجموعة دول أصدقاء سوريا دعت فصائل من المعارضة السورية في ختام اجتماعها في مدينة قرطبة الإسبانية إلى تأليف ائتلاف جديد لكنها لم تتوصل إلى اتفاق بشأن من سيشارك في محادثات جناب أو ما إذا كانت ستشارك فيها أساسا بعد غيبوبة دام الثماني سنوات توفي اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريال شارون عن عمر ناهز خمسة وثمانين عاما وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن ذكر شارون ستبقى دائما في قلب الأمة فيما قال الرئيس الإسرائيلي شيمون براز أنه كان أحد أكبر حماة إسرائيل وواحدا من أهم مهندسيها وأنه لم يكن يعرف الخوف كذلك أعربت وزيرة العدل الإسرائيلية سيبي ليفني عن حزنها الشديد لوفاة شارون أما وزير الدفاع الإسرائيلي موشي علون فقد أشاد بخبرة شارون على الرغم من اختلافات الرأي بينهما الجيش العراقي يؤجل هجومه على مدينة الفلوجة في انتظار مبادرة زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم تراجع احتمال شن هجوم قريب للجيش العراقي على مدينة الفلوجة مع محاولات بعض المفاوضين التوصل إلى اتفاق ينسحب بموجبه مسلح القاعدة الذين يسيطرون على المدينة منذ عشر تأيام ويفسح في المجال لزعماء العشائر لاستعادة السيطرة على مقاليد الأمور القتال في المناطق المبنية وفي المدن قتال صعب بالنسبة لقوات المسلحة لأنها تخشى أن تحدث خسائر ولذلك نعطي حلول كثيرة خاصة للرؤساء العشائر والحكومة المحلية بطرد هؤلاء خارج المدن وبالتالي عندما يكونون في الصحراء أو مناطق أخرى بالتأكيد سيكون علاجهم أسهل من ما يكون في المدن رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس البرلمان أساما جيفي أعربا عن دعمهما التام ومفقتهما غير المشروطة على مبادرة زعيم مجلس الإسلامي الأعلى العراقي عمار الحكيم لحل الأزمة في الأنبار ونفى المالكي أن تكون تلك العمليات ذات طابع طائفي حتى أن البعض يقول هذه معركة ليس معركتنا لا معركتكم جميعا شئتم أم أبيتم ومن لا يرى برأي البصيرة إن لم يكن اليوم بيدفع الثمن من العراقيين فسيدفعه غدا هي معركتكم جميعا وليس معركة طرف من الأطراف ولا فصيل من الفصائل ولا شريحة من الشرائح ولا قومية من القوميات معركة كل القوميات وكل المذاهب وكل الأديان وكل الشركاء في هذا البلد وتنص المبادرة على تخصيص أربعة مليارات دولار لإعادة إعمار محافظة الأنبار ورصد ميزانية أخرى لدعم العشائر والتعويض على أبنائها الذين يقتلون التنظيمات المسلحة واقترح الحكيم إنشاء قوة للدفاع الذاتي من عشائر المحافظة لتأمين الحدود والطرق على أن تدمج ضمن تشكيلات الجيش كما تدعو المبادرة إلى تأليف مجلس لأعيان الأنبار يمنح صفة رسمية تساعده على وضع استراتيجية لعمل المحافظة في أنقر عقدت لجنة العدالة في البرلمان التركي جلسة صاخبة تراشق فيها النواب بعبوات المياه والملفات بسبب خلاف في مشروع قانون تقدم به حزب العدالة والتنمية يمنح الحكومة صلاحيات أوسع في مجال تعيين القضاة والمدعين العامين من خلال السماح بانتخاب نائب وزير العدل رئيساً للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين ويأتي ذلك على خلفية حملة إقالات في أجهزة الشرطة والقضاء نفذتها الحكومة بعد حملة اعتقالات قبضت فيها الشرطة على 24 شخصاً من بينهم أبناء ثلاثة وزراء على خلفية تحقيقات في قضية فساد عدها أردوغام مؤامرة على تركيا وقد استقال ثلاثة وزراء قبضة على أبنائهم وهم وزراء الاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني والداخلية حضر القضاء الإداري الفرنسي عرض المسرحية الكوميدية الجدار للموثل الساخر ديودوني مابالا بعدما اتهمته الحكومة بإهانة ذكرى ضحايا المحرقة النازية وغرمت السلطات ديودوني لاتهامه بترديد لغة تحض على الكراهية ومنعته في عدد من المدن من تقديم عروضه على أساس أنها تعرض الأمن العام للخطر فيما قال محاميه أن الحظر المفروض هو انتهاك لحقه في حرية التعبير وهو ثاني عرض يحضر في جولته الفنية في أنحاء البلاد وبدأ ديودوني الذي كان في الأصل ناشطا في جماعات يسارية مناهضة للعنصرية ينتقد اليهود وإسرائيل علنا عام 2002 وخاض بعد ذلك بعامين انتخابات أوروبية لمصلحة حزب مؤيد للفلسطينيين كان في النشرة جعجع لم يقتنع من الحريري ولا موقف بعد من المشاركة إذا حزب الله غير شيء ما في طريقة نظرته لإدارة الأمور بالبلد مما سأتى بيسمح على أنه نقعد على الطاولة الحنوية السنيورة يحمل تفاؤلا إلى بعبدة وسليمان يطلب تنازلات متبادلة في الخاص من نهر الكلب إلى خلدي مراقبة عليا هم ليسوا بالسخافيين بل مدنيون وعسكريون في غرفة التحكم المروري يراقبون حركة سيركم لتسهيلها الراعي ينقل إلى القصر حرص البابة على استقرار لبنان المعارك تحتدم بين فصائل المسلحين وداعش في سراقب واليرموك يحتضى رجوعا خليها حكام العرب تتخرج علينا نشكيهم لأله واحد واحد وكان في النشرة معركة داخل البرلمان التركي كان هذا كل شي حتى الساعة شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة